نادي الزمالك النهاردة عنده مباراة وحلقة جديدة بقى في تحدي سلسلة الانتصارات اللي كنا بنتكلم عنها من يومين وبنقول يا رب تستمر الاطول فترة ممكنة في مرحلة حطينا بينكو سين كده ان هي تجميع نقاط سميناها هي مرحلة تجميع النقاط انت اهم حاجة عندك في المرحلة دي من الموسم انك تخرج باكبر قدر من النقاط الزمالك مؤخرا بيتميز بحاجة مهمة قوي وهي صلابة الدفاع بتاعه نمسك الخشب يعني ندور على اي حاجة مسكها كده خشب طيب ده في اخر اربع مباريات الحمد لله كلينشيت ما دخلش مرمونا اي اهداف احرزنا عشر اهداف في اخر اربع مباريات وفي اخر سبع مباريات سكن مرماك بس ثلاث اهداف انت ده مؤشر مهم جدا وبيجي لنا بعد ايه بعد تخيير افراد كتير يعني بعد غياب لنجم قلب الدفاع محمود حمد الوينش ربنا يشفيه رب ويرجع بالف سلامة بتلاقي نفس المنظومة بتاعت فريرة اللي احنا كنا بندور عليها وغيابات كتير طبعا اه في في الفريق بيقدر يحافظ الفريق على نظافة شباكو عشان في اي وقت يقدر يسجل بيكون هو اللي واخد المبادرة في المباراة ولكن كمان بيبقى مأمن دفاعات ومحافظ على نظافة شباكو المعادلة دي بكل تأكيد اه صعبة بس صعوبة الموضوع بقى النهاردة انك هتواجه فريق عنده صلابة دفاعية فريق المقاولين العرب انت مطلوب منك تهاجم بقوة عشان تعرف تفتك تكتلات ودفاعات المقاولين العرب المتوقع طبعا يعملها النهاردة كابتن شوق غريب والمقاولين اخر تلات مباريات ما تهزمش اتعادل مبارتين مبارتين صعبتين جدا مع اسموحة والمصري وكسب امبي وكانت اخر هزيمة من بيراميدز اول شهر اتناشر فده يوريك ان مستوى المقاولين النهاردة في نصق تصاعدي محترم فاحنا النهاردة لازم ندي المقاولين حقه ونتفرق طبعا كل ده بيحصل طبعا من الجهاز الفني والجهاز المعاون لفريرة عنصر مهم تاني ومش عنصر مهم بس يعني هو عنصر اهم جمهور نادي الزمالك هيكون ليه النهاردة مفعول السحر في نتيجة المباراة ده من وجهة نظري لان ملعب بالجبل الاخضر وتحديدا الجمهور طبعا بيبقى ظاهر فيه بشكل كبير لان المدرجات مش كبيرة زي استاد القاهرة او استاد بورج العرب لا بيبقى طبق واحد كده من المدرج فبيبان فيها جمهور نادي الزمالك اللي بيحضر المباراة بيبقى باين او فيه ومع ذلك بتبقى المتشط معقربة شوية لو نفتكر كده وفكركم بمباراة استرن كامباني الموسم اللي فات كانت يوم وقفة وليل تعيد وزيزو احرز هدف كان جميل جدا في المباراة في اخر ثواني المباراة وكان احتفاله طبعا الشهير وهو قدام الجمهور فمشكلة بس ان المباراة دي زي بقولكوا كده بتكون معقربة شوية انت بتعرف الحمد لله بتعرف تكسب لكن المكسب بيتأخر لحد اخر دقيقة فالحمد لله يعني ربنا بيكرمنا فباذن الله نكسب النهاردة ونحقق فوز خامس على التوالي في مسابقة نادي الزمالك بيحمل لقابها في اخر موسمين اشتركوا في القناة